جوز كلاما لك شو هاد؟ بها بالبيت كلها صار عمتزقزق صار بده شغل والله شو خلصت حمال؟ لا حبيبتي طالع اتشمس وارجع كمل حلوة هاي نعيما حبيبي الله ينام عليكي والله لكت اليوم بتدريب الولاد بس شفتي ما احلا هون وهنين عم يلعبوا اي بيجننوا والله في كم واحد مننون حتى مو مبينين انهم ركبين اطراف صناعية تشرب شاي؟ ايه طبعا بشرب ليش حتى ما اشرب والله الشاي بهالبردات شغل اعظيمة ابو فاكر قرى بدت تخلص انينة الغاز بدك تحجز دور مشان تأمن واحدة قبل ما ننقطيع ايه على عيني بكرا من الصبح بعمل لفة على موزعين الغاز بالمنطقة والمنطقة اللي حوالينا لنشوف شو بصير معنا صحيح ابو فاكر بدي اسألك تفضل يسألي مين هاد الشاب يلي ايجا سحبك اليوم من الملعب واقعدتو شي نصة وانتو عب تحكوه؟ ايه صح زكرتيني تعال احكيلك شو تحكيلي؟ يا ستي هذا الزنمي اللي ايجا اليوم عم يأسس منظمة لزوي الاحتياجات الخاصة وقت سمع عن فريقنا ايجا ليشوف شو عم نعمل وكيف ماشي الموضوع وبعد ما حكينا عن اهمية رعاية مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة قرر انه يتوجه بهذا الاتجاه اللي هو يعني ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام فيهم واول مين رح تتبنى هالمؤسسة ايه اعضاء فريقنا؟ يعني ممكن يصيروا هالولاد لاعبين كبار برأيك؟ ليش لا اذا في مين عم يشتغل على الموضوع ممكن كتير معقول ابو فاكر يعني من الفكرة الصغيرة تبعنا ما يصير هيك مشروع كبير؟ ايه معقول لانه احيانا الافكار الصغيرة هي اللي بتوحي بالاعمال الكبيرة هذا كله بفضل فكرتك وتحكيمي هلا يعني فكرتي فهمناها بس تحكيمك ام جوزيف؟ ايه لكان لا يكون مو عجبك تحكيمي انا ما رح حكي عجبني ولا ما عجبني بس انتي اقولي لي ليش رفعت اليوم الكرت الاصفر لماهي؟ ايه لانه شاط الطابة برات الملعب هلا اذا شاط الطابة برات الملعب تعطيه صفرة؟ لكان شو؟ الحمراء؟ لك لا لا هي ولا هي بها الحالة بس بيرمي رمية تماث اما الكرت الاصفر يا حبيبتي فهدا يعني انذار يعني لو ارتكب خطأ تاني رح يطلع برات الملعب ايه منيح ما طالعها مرة تانية برات الملعب كان اخد كرت اصفر تاني وطلع برات اللعبة اصدك منيح اللي ما سبق الشاب تبع المنظمة شي عشر دقايق وشافك عم تلولحي بالكرت الاصفر بو الشلولات جوز كلامه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة